إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار أيها المسلمون عباد الله إنا نحمد الله تبارك وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي علينا تتوالى ليلاً ونهارا وما بكم من نعمةٍ فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريقٌ منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرةً وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علمٍ ولا هدى ولا كتابٍ منير نعم الله عز وجل علينا تتوالى ليلاً ونهارا فيجب علينا أن نشكر نعم الله سبحانه وتعالى وأجل تلك النعم وأعظم تلك النعم التي منَّ الله عز وجل بها على هذه الأمة وأكرم بها أهل الإسلام لهي نعمة التوحيد ونعمة الإيمان ونعمة القرآن ونعمة الإسلام هذه النعمة العظيمة التي حرمها كثيرٌ من البشر ووفق الله عز وجل أهل الإسلام لهذه النعمة التي قال الله عز وجل عنها في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فهو دينٌ ارتضاه الله عز وجل لعباده واختاره لهم لما فيه من المصالح الدنيوية والمصالح الأخروية لما فيه من سعادة البشرية لما فيه من نجاة العباد بين يدي ربهم سبحانه وتعالى جعل الله عز وجل لنا هذا الدين العظيم الذي شرعه سبحانه وتعالى فأعطى كل ذي حق حقه حق الله عز وجل وحقوق المخلوقين من عبادة الله سبحانه وتعالى وإفراده عز وجل بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا ولا يصرف لغيره شيء من العبادات صغيرها صغيرها وكبيرها فإن ذلك شرك والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ويقول الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وكان أوجب واجب أوجبه الله على العباد وأعظم فرض فرضه عليهم هو أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وهكذا يقول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فقامت دعوة الأنبياء والرسل على إقامة توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى وأعطى الله جل وعلا المخلوقين حقوقهم صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم جاهلهم وعالمهم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فأعطى الوالدين حقهما وأعطى الولدين الأولاد حقوقهم وأعطى الزوجة حقها وأعطى الزوج حقه وأعطى الجيران حقوقهم وأعطى الصغير والكبير حقه الذي شرعه وأراده سبحانه وتعالى فيا لها من نعمة ويا لها من مكرمة يوم أن أكرم الله عز وجل هذه الأمة بهذا النبي الكريم وبهذا الدين العظيم وبهذه الملة السمحة قال الله جل وعلا لقد منى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذه نعمة لا يعرف قدرها إلا من عظم الله جل وعلا حق تعظيمه سبحانه وتعالى أيها الناس نعم الله عز وجل علينا كثيرة وألاؤه جسيمة التي تستوجب من العباد الشكر له سبحانه وتعالى قولا وعملا قولا وعملا قال الله جل وعلا ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ومن هذه النعم العظيمة أن أكرمنا الله جل وعلا بصيام شهر رمضان وبما يسر الله عز وجل من قيامه وإتمام هذه النعمة التي لا يعلم قيمتها إلا من عرف دين الله جل وعلا هذه النعمة يوم أن أكمل الصائمون صيامهم وأكملوا قيامهم وقاموا بشكر الله عز وجل في هذا الشهر والتقرب إليه سبحانه وتعالى ثم يخرجون وهم فرحون مسرورون شاكرون ذاكرون معظمون لله جل وعلا وممجدون له سبحانه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يخرجون وهم فرحون بفطرهم كما يفرحون بلقاء ربهم سبحانه وتعالى حين ينثيبهم في الدار الآخرة على هذه العبادة العظيمة فيخصهم أرحم الراحمين بباب عظيم وهو باب الريان الذي يدخل منه الصائمون فلا يدخل منه أحد غيرهم يخرجون من دونهم دورهم ومنازلهم وهم يكبرون الله جل وعلا إلى أن يصلوا إلى مصلاهم وقد أخرجوا زكاة فطرهم وطهرة صيامهم من اللغو والرفث قبل خروجهم إلى مصلاهم ليتواسى أهل الإيمان فيما بينهم يتفقد غنيهم فقيرهم وهكذا تزداد الرابطة الإيمانية الرابطة القرآنية الرابطة الإسلامية الأخوة في دين الله تبارك وتعالى فيجتمعون في مثل هذه البقاع يعبدون الله تبارك وتعالى يجتمعون على قلب رجل واحد يجمعهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظهرون هذه الشعيرة العظيمة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فخرج إلى المصلأ وصلى بأصحابه ركعتين ثم خطبهم خطبة واحدة وعظهم وذكرهم وأمرهم بتقوى الله تبارك وتعالى ثم وعظ النساء عليه الصلاة والسلام فتذكروا يا معاشر المؤمنين اجتماعنا في هذا المكان يوم أن تجتمع الأمة الإسلامية على دين الله تبارك وتعالى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه سيعود لهم مجدهم وسيعود لهم عزهم وتعود لهم كرامتهم قال الله جل وعلا في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهل والحمة يخرج المسلم في هذا اليوم وقد لبس أجمل ثيابه الشرعية واغتسل وتطيب تقربا إلى الله تبارك وتعالى وهو فرح أن أكرمه الله عز وجل بإتمام هذه العبادة وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام ألا وهو صيام شهر رمضان أما الذين فرطوا في صيامه وضيعوا قيامه وارتكبوا فيه المحرمات ووقعوا في الآثام بأي عيد يفرحون ربما أحدهم لم يصلي صلاة الفجر ولم يصلي صلاة الظهر وربما بعضهم ترك الصيام وضيعه لغير عذر شرعي بماذا يفرح هذا العبد ينبغي له أن يحزن على نفسه وأن يتوب إلى ربه وأن يندم على فعله وأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى منيبا تائبا ذاكرا خاشعا خاضعا يستدرك ما فاته من الأيام والليالي أيها المؤمنون عباد الله ونحن في هذا الاجتماع المبارك وفي هذه الفرحة بنعمة الله جل وعلا وبإظهار شعائر الإسلام نتذكر إخوانا لنا في ثغور أهل الإسلام يرابطون يدافعون عن عقيدتنا ويدافعون عن ديننا ويدافعون عن دمائنا ويدافعون عن أعراضنا لأن كنت في أهلك مسرورا فغيرك في تلك الثغور منهم من يجرح ومنهم من يقتل وغيرك من أهل الإسلام من صار مشردا لا يستطيع أن يرجع إلى داره ولا إلى وطنه ولا إلى قرنته فاحمد الله تبارك وتعالى نحمد الله على هذه النعمة أن يسر الله عز وجل بطرد الرافضة من هذه البلاد الطيبة وإلا لم اجتمعنا في هذا المكان فإن الرافضة في يومنا هذا في البلدان التي يسيطرون عليها يلزمون الناس بصيام هذا اليوم مخالفة لعامة الأمة الإسلامية بل ألزموا بعضهم في البارحة أن يصلوا صلاة التراويح ومن لم يصلي أخذ إلى السجن ويخرجون في يوم غد لصلاة العيد هكذا إذا سيطر الرافضة على بلد من البلدان غيروا معالم الدين وأفسدوا الأخلاق وغيروا العقائد وخربوا دين الله سبحانه وتعالى فنحمد الله نحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة التي تستوجب الشكر والدعاء لمن يقوم بالقتال في سبيل الله للدفع عن المال والنفس والدين والعقيدة بالدعاء لهم ومناصرتهم بقدر المستطاع عباد الله أيها المؤمنون عباد الله ونحن في هذا اليوم العظيم الذي نفرح فيه بنعمة الله عز وجل وبفضله وإحسانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يكون هذا اليوم يوما لأظهار شعائر الإسلام وليس يوما لمعصية الملك العلام سبحانه وتعالى إياك أن تكون من المسرفين إياك أن تكون من المبذرين إياك أن تكون من الغافلين الذين يخرجون من دين الله ومن عبادة الله عز وجل بمجرد خروج شهر رمضان فيتركون الجمعة والجماعات ويضيعون الصلوات ويبتعدون عن الطاعات ويتفلتون من القربات إن مداومة العمل والاستمرار على الطاعة هذا علامة القبول والصلاح والذين هم على صلاتهم يحافظون والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين المدومة على طاعة الله إلى أن يتوفى الله المرأة وحين يأتي أجله وهو مقبل على طاعة الله فيا من عبدت الله في رمضان يا من قرأت القرآن في رمضان يا من صليت الجماعة في رمضان فإن الله يأمرك بذلك في سائر الشهور وفي سائر الدهور ما دمت تملك نفسك وتملك أنفاسك وتستطيع أن تقوم بعبادة الله جل وعلا فرب رمضان هو رب شوال وسائر الشهور وأحب الأعمال إلى الله جل وعلا أدومها وإن قل فبادر إلى الطاعة واستمر فيها كان السلف الصالح رحمهم الله يدعون الله جل وعلا حين من الدهر أن يبلغهم الله جل وعلا شهر رمضان فإذا قضي رمضان وصاموا أيامه وقاموا لياليه وأقبلوا على الله جل وعلا دعوا الله عز وجل دهرا أن يتقبل الله جل وعلا منهم إنما يتقبل الله من المتقين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون إذن فادعوا الله أن يقبل منك وأن يتقبل عملك وأن يصلح ظاهرك وباطنك وأن يجعلك من المداومين على العمل الصالح أيها المؤمنون عباد الله ونحن نجتمع في مثل هذا المكان بهذا الجمع المبارك الطيب نتذكر جمعنا بين يدي الله تبارك وتعالى في يوم شديد حرة في يوم عظيم قرة في يوم تدن الشمس منه قدر ميل من العماد يوم يجتمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر قال الله جلو وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين تذكر ذلك اليوم الذي يقوم فيه العباد أجمعون يجتمعون غنيهم وفقيرهم ظالمهم ومظلومهم كافرهم ومؤمنهم ذكرهم وأمثاهم إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود فنعد العدة للقاء الله جل وعلا ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأما منه فلا يرى إلا ما قدم فاتقوا النار ولو بشق تمره فبادروا إلى الطاعات وسارعوا إلى المغفرة والمبرات وابتعدوا عن المحرمات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فالسفر لذنوبهم ومن يغفر الظنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون لأن انتهى شهر رمضان فإن مواسم الخير باقية وأيامه ولياليه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا قادمة علينا ست شوال التي من صامها مع رمضان كان كمن صام النهر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقادم علينا موسم الحج العظيم وموسم الخيرات وكسب الحسنات فليبادر العباد إلى الله وليقبلوا على طاعة الله عز وجل وليدعو الله سبحانه أن يجمع شمل الأمة وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بالرافضة ومن عاونهم وشايعهم وأيدهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك نسأل الله أجل وعلا بمنه وكرمه أن يجمع شمل الأمة الإسلامية على كتاب الله الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين